بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كم 233 نواصل في الوحدة الثانية وفي حساب أرقام الأكسدة ونأخذ مثالا أحسب رقم الأكسدة للعنصر باللون الأخضر في هذا المركب وهو مركب ثناء كرومات البوتاسيوم المطلوب هو حساب رقم الأكسدة لعنصر الكروم لحساب رقم الأكسدة لأي عنصر داخل مركب يجب أن نأخذ في الاعتبار كل الذرات المكونة لهذا المركب يجب أن تضرب عدد الذرات لكل عنصر في تكافؤ هذا العنصر كيف نحسب رقم الأكسدة للكروم في مركب ثناء كرومات البوتاسيوم يجب أن نأخذ كما أسفنا كل عنصر مكون لهذا المركب نبدأ بالبوتاسيوم ذرتين من البوتاسيوم ضرب تكافؤ البوتاسيوم وهو موجب واحد ننتقل إلى العنصر الذي يلي البوتاسيوم وهو عنصر الكروم وهو المطلوب حساب رقم أكسدة كم ذرة من الكروم في هذا المركب؟ ذرتين إذن نكتب ذرتين من الكروم ثم رمز الكروم لأنه هو العنصر المطلوب حساب رقم أكسدة ثم نضع إشارة زايد وننتقل إلى العنصر الذي يلي الكروم في المركب وهو عنصر الأكسجين كم زر من الأكسجين توجد في هذا المركب؟ سبع زرات نضرب عدد الزرات في التكافؤ كم هو تكافؤ الأكسجين؟ سالب 2 يساوي 0 لماذا يساوي 0؟ لأننا قلنا في القاعدة الثامنة لحساب عدد الأكسدة أن مجموع أعداد الأكسدة للزرات المكونة لأي مركب يساوي الشحن التي يحملها هذا المركب مركب ثناء كرومات البوتاسيوم لا يحمل أي شحنة هو مركب متعادل إذن مجموع أرقام الأكسدة يساوي 0 الآن عندنا عملية رياضية بسيطة نستطيع حلها بسهولة 2 ضرب موجب 1 يساوي موجب 2 زايد 2 كروم 7 ضرب سالب 2 يساوي سالب 14 يساوي 0 إذن بعد تبسيط هذه المعادلة نتحصل على رقم الأكسدة للكروم وهو موجب 6 نأخذ مثالا آخر IO3-1 المطلوب هو حساب رغم الأكسدة لليود كم زر من اليود توجد عندي في هذا المركب؟ زر واحد إذن واحد ضرب رمز اليود يعني واحد يود ننتقل إلى العنصر الذي يلي اليود وهو الأكسجين كم زر من الأكسجين عندي في هذا المركب؟ ثلاثة زرات قلنا عدد الزرات ضرب تكافؤ هذه الزرات كم هو تكافؤ الأكسجين؟ هو سالب 2 إذن ثلاثة ضرب سالب 2 يساوي سالب 1 لماذا يساوي سالب 1؟ لأن الشحنة التي يحملها هذا المركب هو سالب 1 إذن مجموع عداد الأكسدة يجب أن يكون سالب 1 الآن عندنا معادلة أيضا رياضية بسيطة نستطيع حلها بسهولة يود 3 ضرب سالب 2 يساوي سالب 6 يساوي سالب 1 إذن رغم الأكسدة لليود يساوي موجب 5 وبذلك ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر كيمياء الكهربائية في المحاضرات اللاحقة اشتركوا في القناة جبكين شكرا